وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأعلى من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 344 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 53 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 40 طن أسمنت وفي مجال السلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان دقيق مدعم وأسمد مدعمة وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 420 قضية من بينها 139 قضية خبز ناقص الوزن و109 قضايا غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر